عرب مصدر مسون في وزارة الخارجية عن إدارة واستنكار دولة الكويت الشديدين لحادث التفجير الإرهابي الذي استهدف وزارة الخارجية في ليبيا والذي أسفر عن مقتل وجرح عدد من الأبرياء وأكد المصدر دعم دولة الكويت للأشقاء في ليبيا لاستعادة الأمن والاستقرار لربوع البلد الشقيقة موربا عن خالص التعازي وصادق المؤساة لأسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العجل